أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان أرحب بكم في اسم الرب يسوع المسيح عملنا استبيان في هذا الأسبوع وكان السؤال هل كان يوجد بشر قبل آدم وطبعا كثير من الناس جاوبت مع هذا الاستبيان وكانت الأغلبية الصاحقة الأغلبية الصاحقة لا تؤمن بوجود أي خليقة أخرى قبل آدم سوى 15 شخص وطبعا الغرض من هذه الحلقة مش بس هو إثبات هذه الحقيقة لكن في البداية عاوز أقول نحن لا نستهتر بأي عقل ولا نستهتر بأي إنسان بل بالعكس إحنا مدعوون حتى نبحث ونفحص كل الأمور فالسؤال هل كان يوجد بشر قبل آدم؟ الجواب السريع بالطبع لا وعاوز أقول في المقدمة أحبائي إنه حتى استحالي بحسب طبعا كلمة الله من سفر التكوين استحالي إنه يكون أي بشر قبل آدم بتشوف في قصة الخلق التناغم والتسلسل الفكري لقصة الخلق ولما بتقرأ سلسلة الخلق بتشوف إنه الأمر شيء مزهل شيء عجيب جدا خالي من أي الفكر الأسطوري ويؤكد الفكر العقلاني والروحي لتسلسل الأحداث أحداث الخلقة وكيف إنه الله خلق كل شيء في ستة أيام وكيف يوضح بكل وضوح كما يقول وكان مساء وكان صباح يوما واحدا في سفر التكوين الإصحاح الأول وأيضا كيف خلق الله كل شيء كجنسه سواء الشجر سواء البذر كله كجنسه سواء الحيوانات الأرضية والمائية والجوية كل كجنسه بعيد كل البعد عن الفكر الأسطوري أو الفكر الخيالي أنا بتكلم لأنه في ناس تقتبس بعض القصص الأساطير لموضوع الخلق ولا حتى فكرة النشوء والتطور فالخليقة تعد من أعمال الله وتحدث بمجد وعظمة الله والكتاب المقدس أحباء بيشرح لنا بالتفصيل بكل وضوح عن خلق آدم وحواء وكيف أنه في الإصحاح الأول بيعطينا فكرة الخليقة بشكل عام زي الكاميرا اللي بتبتدي أول ما بتبتدي بتشوفه في منظر عام وبعدين بيجي المنظر الخاص في الإصحاح الثنين التركيز عن كيفية خلق الإنسان فإذا أحب باقي كل شيء واضح وبيشرح لنا عن السقوط في الخطية وشو سببت الخطية من العار من الخزة من الخجل وانكشفت العورة والخوف واللعنة والموت سمعت صوتك فخشيت كان يعني جواب آدم والعداوي والموت الجسدي والموت الأبدي الانفصال التام حياة الشقاء الشوك والحسك والولادة اللي طبعا بالأوجاع من ناحية تانية يظهر لنا الله فداءه وكيف أعلن خلاصه كيف ألبس آدم وحواء أقمصه من جلد وكيف وعد أنه سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية من خلال عمل الصليب والخلاص الكامل لكل الجنس البشري فإذا أنا حبائي هذه المقدمة مهمة جدا أنه لما بتقرأ سفر التكوين الإصحاحات الأولى وإذا بتقرأها عدة مرات تنزهل تندهش من طريقة الخلق بشكل عقلاني وروحي بدون أدنى شك طبعا ضد الفكر الأسطوري أو التطور اللي بقود الإنسان إلى مجاهل التخبط في الظلام وأسئلة كثيرة وأسئلة وأسئلة لا توجد أي أجوب عليها لكن الكتاب المقدس يعلنها بشكل واضح من بداية الخلقة ابكوا معي سنتحدث عن هل كان يوجد بشر قبل آدم ترجمة نانسي قنقر